الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعمير المعرفة يقدم تباين معلمات النموذج الخطي بواسطة المصفوفات أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيث ما كان وبخاصة في زمن جائحة الكورونا التي اشتاحت العالم في شهر آذار مارس أو مارش 2020 أرجو لكم من الله جميعا السلامة وعلى بركة الله نبدأ قدمنا في مقطع سابق طريقة تقدير معلمات النموذج الخطي المتعدد Multiple Linear Model بواسطة المربعات الصغرى الاعتيادية أو ما يسمى Ordinary Least Sequers OLS والمصفوفات Matrices سأقدم إن شاء الله تعالى في هذا المقطع طريقة تقدير تباين معلمات النموذج الخطي بواسطة المصفوفات الآن قبل أن أبدأ أرجو أن أذكر بضرورة العودة إلى المقطعين أو المقاطع التي خصصتها حتى أكون يعني دقيق المقاطع خصصتها لشرح المصفوفات والمحددات وطريقة حساب المصفوفة المعكوسة وطريقة حساب معلمات النموذج The Parameter The Model المتعدد والبسيط بواسطة المصفوفات والمصفوفات المعكوسة إذا أؤكد وأركز على هذه النقطة أرجو العودة إليها حتى إن كنت تعرف فلا بأس أما إذا كنت ناسيها فلن تتمكن من فهم هذا المقطع الآن نبدأ من نموذج الخط الذي وضعناه في صيغة مصفوف هذا هو النموذج الخطي هذا عبارة عن متجح المتغير التابع يتكون من نون من الصفوف وعمود واحد وهذا الآن مصفوفة المتغيرات المستقلة هذه المصفوفة تتكون من نون من الصفوف وK من الأعمدة يعني K الآن عدد المعلامات التي سنقدرها وبيتا هو عبارة عن متجح المعلامات التي سنقدرها يتكون من K من الصفوف وعمود واحد فإذن هنا متجح يساوي مصفوفة مضروبة في متجح زائد الآن متجح الخطأ العشوائي يتكون من نون من الصفوف واحد من الأعمدة شرط الضرب أو شروط الضرب متحققة وبالتالي الآن ما نقول به هو صحيح الآن منقول المتجح الآن هذا المتجح منقوله يعطي E-Transport إذن ما نقول المتجح E ينتج E-Transport عند ضرب E-Transport بE ضربا قبليا أردو أن نتذكر ما يسمى Pre-Multiplication هذا الضرب القبلي يعطي مجموع مربعات الخطأ العشوائي كما يأتي الآن E-Transport E هذا الآن الصف هذا E-Transport صف مضروب في العمود هذا صف واحد وعمود واحد بعطيني سكالر أو ما يسمى قيمة ثابتة هي عبارة عن حاصل جمع E-I تربيع يعني الجمع من أول مشاهدة I equal 1 لآخر مشاهدة N لمربع الخطأ العشوائي أرجو أن لا ننسى هذه النتيجة لأنني سأستخدمها الآن في حساب تباين المعلومات التي سنقدرها نكمل كانت نتيجة التقدير النهائية التي توصلنا إليها عبارة عن أرجو كذا كأن لا ننسى هذه النتيجة المهمة طبعا هذه نتيجة التقدير من المقاطع السابقة بيتها تساوي X transpose X الكل معكوس إذن يعني معكوس هذه المصفوفة مضروب في X transpose منقول اللي هو مصفوف للمتغيرات المستقلة مضروب في متجة المتغيرات التابعة إذن الآن يعني نعيد كتابة آخر نتيجة حصلنا عليه هذه النتيجة بيتها تساوي X transpose X all inverse في X transpose Y نقوم الآن بالتعويض عن Y عن Y هذه بدلال قيمتها اللي هي Y تساوي X بيتها زائد E إذن نقوم بدل ما نكتب هذه Y نضع مكانها X بيتها زائد E طبعا مصفوفة متجة زائد متجة أي أن الآن بيتها تساوي X transpose X all inverse هنا في Y بدل Y ننضح هذه القيمة إذن تصبح النتيجة قبل النهائية X transpose X all inverse هذه القيمة في X transpose في القوس هذا X بيتها زائد E فالآن بعد ما نضرب الآن بفك الأقواص والضرب نحصل على ما يأتي الآن هذه النتيجة قبل النهائية تساوي X transpose X all inverse في X transpose في X بيتها هذه الآن يعني هذه القيمة مضروبة في هذه حاصل الضرب هنا زائد الآن هذه القيمة مضروبة في E هذه القيمة كلاتها مضروبة في E الآن هذه تعطينا ما يسمى بال identity matrix أو مصفوفة الأحاد التي تقوم بمقام الواحد صحيح بالضرب العادي والآن بتكون النتيجة قبل النهائية إذن بيتها هذه تساوي بيتها لأنه هذا مصفوفة الأحاد إذن بيتها زائد هذه القيمة X transpose X all inverse في X transpose E سأستخدم هذه النتيجة بعد قليل في حساب القيمة المتوقعة وتباين تباين ما يسمى بالمعلمة المقدرة إذن الآن نعيد كتابة آخر النتيجة حصلنا عليها هذه هي بيتها تساوي بيتا زائد X transpose X all inverse في X transpose E لأن نأخذ القيمة المتوقعة للطرفين لاحظوا القيمة المتوقعة قيمة المتوقعة expected value بيتها هنا في الطرف الأيسر تساوي القيمة المتوقعة لكل ما في الطرف الأيمن بما أن القيمة المتوقعة يعني تذهب إلى الأشياء المتغيرة أو الثابت حتى فالقيمة المتوقعة للثابت يبقى ثابتا زائد هنا هذه ثابتة هنا المتغير هذا المتغير قيمة المتوقعة كما تعلمنا في أول مقضع تحدثنا فيه عن الاقتصاد القياسي كان القيمة المتوقعة له يساوي صفرا إذن بالتالي إذن قيمة المتوقعة الاسبكتباليو بيتها تساوي بيتها زائد هذه القيمة هذه القيمة تساوي صفرا لأن الآن هنا بيتها وهنا القيمة ذاتها لكن هذه تساوي صفرا إذن هذه النتيجة القيمة متوقعة للمقدر مربعات صفرا يساوي معلمة المجتمع هذه المعلمة المجتمع وهذه المعلمة من العينة أي أن المقدر بيتها غير متحيز غير متحيز الآن يمكن وضع الصيغة الآن بيتها هات تساوي بيتها هذه زائد X transpose X all inverse في X transpose E كما يلي أو كما يأتي الآن ننقل إلى الطرف الأيسر بيتها فتصبح الآن بيتها هات سالب بيتها يساوي X transpose X all inverse في X transpose في E كل ما قمنا به هو نقل هذه القيمة إلى الطرف الأيسر ما يعني الآن بأن تباين متجه المعلمات بيتها هات معطى بالصيغة الآتية تذكرنا أو خنون لن نتذكر وتعلمنا من مبادئ الprobability أو الاحتمال بأن تباين المتغير العشوائي هو القيمة المتوقعة القيمة متوقعة لمربعه عفوا فرق المربع الفرق اللي هو بالحالة لأننا نتعامل مع مصفوفات فبكون بيتها ناقص بيتها مضروب في بيتها ناقص بيتها لكل ترانسبوز حتى ننتج المربع هذا يساوي الفاريانس أو بيتها ويساوي القيمة المتوقعة لأكس ترانسبوز أكس أول انفرس في أكس ترانسبوز إي مضروب في ترانسبوز هذه القيمة بعطينا هذه النتيجة سأعيد كتابتها بعد قليل طبعا الآن نعيد كتابة آخر صيغة هذه آخر صيغة حصلنا عليها بأن تباين الخطأ العشوائي عفوا تباين المعلمات المقدرة يساوي القيمة المتوقعة لأكس ترانسبوز أكس أول انفرس في أكس ترانسبوز في إي مضروب في أكس ترانسبوز أكس هنا انفرس طبعا في أكس ترانسبوز الكل الكل ترانسبوز هنا الكل ترانسبوز هذه الآن يعني هذا الآن من هذا القوس لنهاية القوس الكل ترانسبوز من ما نقول آخر قوس هذا آخر قوس إلى اليمين نحصل على الآن فاريانس وبيتها تساوي القيمة المتوقعة لx transpose x all inverse في x transpose e في e transpose لاحظوا لهذه ستصبح في المقدمة هذه ستصبح في الوسط وهذه في الأخير لأن هذا عبارة عن متجه عفوا مصفوفة مربعة مشابهة بسمها idempotent matrix فإن منقولها يساوي المنقول الأصيب منقول المصفوفة المعكوسة يساوي المصفوفة المعكوسة نفسها لكن هذا يتغير وهذا يتغير وهذا يتغير الآن إذن تساوي هذا كله تساوي هذه القيمة لاحظوا لكيف الترتيب الآن هذه أصبحت في المقدمة هنا وهذا أصبح في الوسط هنا لكن تغير x transpose هذه x بدون transpose وهكذا وهذا بقي كما هو هذا بقي كما هو يمكن تحريك وتجميع الكميات الثابتة هذه كمية ثابتة هذه كمية ثابتة يمكن تحريكها كيفما نشاء بحيث تكون قابل للضرب اللهم فيكون بالحالة هاي لأننا نحركناها بتساوي هاي x transpose x الآن إذا قدمنا هذه هنا تصبح الآن هذه مضروبة في هذه وهذه هذه القيمة تساوي identity matrix أو مصفوفة الأحاد التي تقوم عمل الواحصية بالحسابات العادية أي أن الآن variance أو بيتها تساوي القيمة المتوقعة على e transpose x transpose x or inverse لكن هذا لا يسعفنا سنقوم بخدعة رياضية بسيطة كما يأتي الآن نعيد كتابة آخر نتيجة هذه النتيجة قبل النهائية الآن نأخذ منقول الطرفين منقول الطرفين هذا المنقول سيبقى كما هو لأنه كمية ثابتة لكن عندما نأخذ منقول الطرف الأيمن هذه تصبح في المقدمة وهذه هنا لاحظوا لي وهذا يبقى كما هو ثابت وبالتالي بتساوي القيمة المتوقعة لحاصل جمع مربعات الخطأ العشوائي في e x transpose x all inverse يعني أي أن variance of beta لأنه هذا سيبقى كما هو يساوي variance of e مضروفة x transpose x all inverse لأن منقول التباين var of beta variance of beta لا يؤثر على قيمته وأن x transpose x هي كما ذكرت قبل قليل مصفوفة مربعة مشابهة أو idem potent matrix منقولها يساوي المصفوفة نفسها فإن variance أو تباين المعلامات المقدرة يساوي sigma square طبعا تباين هذه الأخطاء هذا sigma square للاخطاء هذه يعني تباين الأخطاء مضروفة x transpose x all inverse ما يعني بأن تباين متجهة المعلامات المقدرة هو حاصل ضرب تباين الخطأ العشوائي المقدر بx transpose x الآن النتيجة النهائية تقول بأن تباين المعلامات المقدرة يساوي sigma square أو تباين هذه الأخطاء يعني هذا تباين هذه الأخطاء مضروفة x transpose x لكن بدل ما نستخدم هذه القيمة نستخدم الصيغة التالية اللي هي variance بيتها تساوي S square ضرب x transpose x all inverse حيث الآن هذا تباين مربع الأخطاء الناتجة عن التقدير الحمد لله ربعا من شكرا لكم على حسن المتابعة سيكون بإذن الله تعالى المقطع القادم عن أمثلة حول تباين معلمات الانحضار المتعدد ثم اختبار الفرضيات hypothesis testing حول قيم المعلامات لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن